موسيقى قسم منهم سيدي كان يجيز بصراحة يريد يسلم بس من يترك الساتر ما لهم يضرغوه سيدي ووصلوا وقسم من عدن من مجموعة خمسة ستة يوصل مرات واحد سيدي فيقولان جو يا ستة لكنهم قال ما اطلعنا اضرغونا اطلعنا فايس اني شواهد وادل له انه معنويات المنهارة ما ديقتهم من اجل مبدأ وعاقيدة هذه مع اطالة الحرب التغرير ينفك لما راحت يغرر بالشعوب ما يذكروا لها الحقائق مثل ما هي هذه الجزء الاسبوع الاول اسبوع ثاني شهر الاول شهر ثاني ما تبطلع عليها لكن لما صير الحرب في حالة سنين يقيما انه مثل ما قلنا للمقاتلين قبل قدث ايام انه الان اللي يوياهم اقل من اللي كانوا وياهم بداية الحرب وبعد شهر اللي يوياهم يكون اقل من اللي يوياهم الان وهكذا قدنا حادثة سيدي اخرى يمن صرت احد المعارك اعتقد تسعة واحد ايوان تقريبا هجوها المدرع يعني بعد من تصف الليل انتهى صفت دباباته اللي وقت سبعة وثلاثين موال فاكو شوفلان سيدي الحقيقة مصرفة هي تقدمت بشكل متقارب تعقب الدبابة وجه الصوح صلاة الصوح فكان احد الرومات ماي عبدالحسين على ماكو اسمه ليصال لي سيدي فلا صعب بالدبابة اضرب طلقة تمهداء سيدي اصاب احد الشفلات ومش هضا يحرق الثاني فشوفلان سيدي بطلقة واحدة شو الصور هوا الرافعات الكيلة للأعلى عنا مد القنص والاعترام الخليف مانا مئة دي ساير فيقول انا الصورتها كل فكري انه هاي قواعة صورك جاي علي لانه تثوم وكشف الوقت سيدي فيقول او ادري بيها شفلات انا ما ضربت لنا عليش خل تجينا اخذاني استفراد منها فشوفلان سيدي بطلقة واحدة والاخران بباسط موجودين طبعا من ضمن السرية اسمه مايا حمدالحسين سيدي سيدي يوم اثماني اطنعاش انا نشد طبعا بالقاعدة رقم اثنين بالقاعدة رقم اثنين شرق الكارون فخابر للساعة الاثناش واللي الامر كتيبة قال لي نقيب محمد احدى مدرعاتك اللي مجح فلوية نقيب اسمه نقيب عثمان الله يرحمه يمكن انه العدو وصل عليها قلت له طيب سيدي اخذت ويايا مجموعة يمكن اربعة وخمسة منهم الرامع مالي اسمه حالي عريم عبد الكريم جاسم وصلنا الى الناقلة سيدي لقيت يم الناقلة جوها خاتلين تقريبا خمسة عشر ايراني انا مويا بس مراتب ثلاثة والرامع مالي وبندقيتي يعني سلاحنا الشخص بس فرئيسا طلعونا من جو الناقلة انا ما شدت توقع انهم مصحيح واصلين للناقلة فقدرنا انه نقتلهم كليتهم ورجعنا بعدين للخلف اريد اتصل بامر كتيبة حتى اوصل للموقف فحتى جماعتنا قاموا يرمون عليه لانه على اساس نعم سيدي عاد وصلت الى احدى المجموعات خبرت الامر كتيبة قلت لاني موجود والناقلة موجودة كل حد ما بيها ثاني يوم عاد سيدي قتلنا منعدهم يعني اول ما طلعت الشمس بحدود 421 رحنا عاد ثاني يوم الصبح عاني وسايق جبنا الناقلة كوش ما مسوي لها بس مجرد التجهيزات تمكن ان تشريها ولميناها ورجعنا الناقلة الى مكان قائب يوم ثمانية ثمانية على التسعة ثمانية ستة الواحد ثمانية سيدي لان احد مقاتلنا جريح والجريح ماله بليغ بحيث ما يقدر يمشي يعني يمشي وعلى طولة بس ما يقدر يتحمل يجهد نفسه حتى يلتحق بباقي المقاتلين اللي كانه بالواقع فلاحظه عام السرية لانت قانوية عام السرية صعب انطل جهاز المخابر واتصل بالما فوق بينما انا اروح اجيب الجريح والجريح الموقع اللي كان في الجريح يبعد مئة متر عن موقع الدباب فالحدود فنزل عام السرية وانا نزلت فيها بقى بالدبابة ثمين وانا عام السرية نزلنا رحنا جبنا الجريح صعدنا على محرك الدباب قبل لا يصعد عام السرية نجرح حسيب المقاتل هذا الجريح قال عام السرية قال سيد انت سويت يعني انا اذا انت واني ما كفرق فاضحب نفسي في سبيلك فهذا واحد من مواقفه بصراحة كان مؤثر بيه الى اليوم وانا نزلنا وجرح عام السرية بعدين وقدرت انا اخليل بعد ما كمل الموقف القتالي وقدرنا ان اخليل الخلف وكان حتى يرفض الاخلاء الى ان يعني كانت في ظابته متقدم اتحيل يعني جاهد لنفسي وعالج الى ان وصل لمركز الاسعاف وهناك عالج والحان لامي الحمد لله وصح جيد فهذا واحد من مواقف اللي كان مؤثر بيه الى اليوم فهذا ضابط اخضنات شجعة ما ادري سيدي اعتقد لا زال هو بالاجازة المرضية احب الوضح سيدي على مانويات وبطولات ضباطنا ومقاتلنا وعلى مانويات العدو المهزوزة واخيانتهم بتاريخ تسعة واحد واحد وثمانين يبدأ العدو الفارس بهجوم من شرق الكارون متقش يخدير واحنا موضع ندفع مخليهم فتحات كمصيدة من العدو ساعة دعش بالليل انفرزت قوة من العدو ودخلت حاولت ان توصل او تسلل الى طريق ثرابي اللي هو خط مدادات التمويل الاعتاد والارزاق الاقوة عامل الامامية في ذاك المكان وفت القوة وتخندقت احنا انظرتنا القيادة من منطقتنا هناك بتطويق القوة هذه واسرهم امر مجموحتي الملازم الاول البطل حصن علامو صالح هو كان يقود مجموحتي وهي رعي لندا بابات وتمكننا من وصول الها وبقينا عنها مسافة 500 متر فوقنا القوة وفتحنا النار عليهم من دباباتنا وتمكننا من اصابة الدبابة الاولى بالطلقة الاولى وايضا دمر دبابة ثانية ودبابة ثالثة بعد ذلك شفنا الراية البيضة مرقوعة منعدهم صدرنا امر امر مجموعة بوقت النار انتظرنا الراية حتى ما اجي شخص منعدنا مقاتل كان هو مؤسرين لانه كان يوصل اتاد الجماعاتنا قال القوة كلها استسلمت وما ممكن ان بعد تقدر تسوي اي حل او يتقاتل فانتوا فعالوا يخذوهم اسرع فامر مجموعة فرز قوة من ادنى على الدبابات وبقى على الرشاشات والبقية قال يجيهم يترجلون حتى يطوقهم ترجلنا قسم ويا امر المجموعة وطوقناهم فعلا لقيناهم قاعدين تحت الدبابات مالهم وكان عدد الدبابات مالهم 8 دبابات صالحة ممكننا من اثرها استرناهم وفعالهم امر مجموعة على الدبابات مالنا واسترناهم بعض المقاتلين مالهم يصيح وينتر دول بنا البغداد قلنا نعم البغداد مقدم كان مقدم هو امر مجموعة مالهم نعم يصيحون البغداد كلهم رضوا على البابات صعدوا مكيفين نرحون البغداد تخلصون من القتل أسرناهم جبناهم بالخلق وبقينا احنا الى انتهت انتهت القوة المعادية بأكمله دمرناهم اللي مات مات واللي أسرناهم أسرناهم وبعدين صلتنا الأوامر بنرجع المكاننا فعلا رجعنا المكاننا وبقينا مكاننا هذا شواهد بالنسبة المقاتلين ومن اول امر مجموحتي البطول بتاريخ 21-6 ايضا ملاجم اول حسن علاوي صالح استشتد المعرف الأخيرة ملاجم أول بتاريخ 21-6 ايضا قاوم العدل بالهجوم وايضا صد هنا الأوامر وهو اللي تكلف ايضا امر مجموحتي ايضا سرية ناقص وبأقصى سرعة اتمكننا من وصول المكان المخصص اننا وصدنا هجومهم بيوم 21-6 وكبدناهم بحدود 400 قتيل واحنا نجرحهم من أدنى ثلاثة فقط بيوم 22-23 ايضا عاود العدل هجومه بالصبح وهجومه العصر ايضا ساعة بالخمسة ايضا كبدناهم قسار بحدود 450 واحنا من أدنى جرحه بس ثلاثة يوم 23 كان اول مجموعتنا يهتك بالنصر ويصيح نزل من دبابته ويصيح على السواتر هيا ساعتكم يا سواعد السمر وكان يهتك على صوته على ساتر الترابة في الثلاثة وعشرين اللي قلنا احنا كبدناهم بحدود 500 قتيل بعدين ايجاني خبر ان اضابط المخابر الملازم الاول عامر مجموحتي خبرني بانه عامر من الوقت استشهد في هالحالة هذي قلت له اخليه اقضى انت اخليه للخلف واني موجود فاستقلنت القيادة من عامر مجموحتي وبقيتهم 23 الى عامر هين الواجب بعد ان تأكدوا ما ألهم منفل او ما يقدرون يسوون اي حل بعد منعناهم بجين وجروا ريال الخيبة معهم فعلا احنا بقينهم مكاننا وعادين جرى تعزيزنا وعادة تنظيمنا بنفس المكان والحمد لله المعلومات جدا عالية بلاك المكان نفسه الا عن اي سوى نهائيا معهم منفل من ادنى اش نسمع بعض من المقاتلين نعم تم تسل القطعات ايرانية على طريق شيخ الدير عبادان بجهة عبادان حيث ان القسم من المجموعة الايرانية وصلت الى احد الجسور الصغيرة الموجودة في الشارع الرئيسي واختفوا وجود الشارع الرئيسي طبعا فتحت القطعات الموجودة على الساتر نيران عليهم بكثافة اصيبوا عدد هائم فتم انسحاب قسم وقسم بقوا مصابين وقسم غير مصابين تحت الساتر بعد حسب الموقف بقى مجموعة من الجنود اليراني تحت هذا الجسر طبعا قطعاتهم مراقبة هذول الجنود الموجودين جنود من المشاة بعد ذلك طلبوا نجدة بعد حسب الموقف طلبوا نجدة من جنودهم الموجودين بالساتر الايراني كانوا يجاوبون اياهم باللغة الفارسية طبعا ما نعلم باللغة الفارسية بس احنا مراقبينهم بحيث من يخرجون من هذا الجسر الصغير نبيتهم وهيانا جنود حتى يكونون مستعدين للقفز قفزات لهم حتى نمسكوا الى ان بقوا ايسوا من جماعتهم حتى طلبوا منهم اسناد حتى ينسحبون ما سندوهم بعدين قدمنا جنود من ضمنهم محمد يونس مصطفى جند المكلف وكريم حسين جند المكلف اتقدموا عليهم والشارع الرئيسي بس بقفزات الى ان يصلوا يوم حاتشوهم قبل ما يصلوا لهم طبعا نشروا الاسلحة وجوههم كلموهم قالهم احنا مسلمين بان جماعتنا ظاهر ما استجابون فجبناهم بس كانت يوم منطر ملابسهم كلها مبلدة منظمينهم واحد جريح ضمدناه ضماد جنودهم ضمدين ضماد ميدان جابهم ان المقار السريع فمن وصلوا المقار السريع طلب احد الجنود من ضمنهم يتكلم اللغة العربية قال انا اريد اكل سألنا احنا قلنا لليش ما ينطوكم اكيد طلعنا باكيد تمر من جابه قال هذا اكل هذا اكلنا اللي ينطوناه بالليل بس فقط فاحنا جبنا للاكل موجودين مهيين لجنود درد ننطيه شنا امطيناهم بحيث اكلوا الان فامطيناهم ملابس كانت عندنا بدلنا بدلاتهم كانت مبلدة بالمي مقعانين بدلنا بعدين لزنا لزناهم الى مقار المجموع فترجعون تسلمونا على عوائلكم وتسلمونا على اخوانكم التشكيلات اللي تنتسبون الها وتربوا ابناكم على نفس اسس وروح الشجاعة والشرف اللي تربيت عليها واللي قاتلت بها هذا القتال اللي تاريخ سيذكر مناقب العراقيين بعد مئات السنين ان لم اقل الاف سن حياكم الله يبقى